التجاذبات السياسية حالياً احنا ما يعني السعباء في الوقت هذا سحب الثقة ما من صالح يعني سحب الثقة من الحكومة ما من صالح الشعب لأنه بداية أولاً أكو دستور نعم دستور يقول سحب الثقة بسيسا حالياً احنا في معترق قوي يعني السياسيين متشاجرين على أشياء يعني والشعب هو اللي واجع بها احنا ما ريد يعني الشعب يقعب هاي المشاكل ومشاكلهم خليها صير بيناتهم يعني ومن ناحية السحب الثقة يعني ما يعني ما نصح فيها حقيقة حالياً المشاكل ما تخدم أبد البلد يخدم البلد التوافق نتفق على شيء يكون يخدم البلد لأن أسع النزاعات ما من صالحنا ولا من صالح الشعب ولا من صالح البلد والله قرار سحب الثقة يعني وين سحبوا الثقة وبعدين يعني فيما بعد ماذا سيحصل يعني نتمنى أن تستمر العملية السياسية ويتفقون السياسيين فيما بينهم وأجلونها النزاعات والخلافة فيما بينهم في سبيل تقديم خدمة للشعب العراقي والله الوضع السياسي يعني في رأيي الشخصي أنه صراعات حول المناصب وأعتقد أن الحكومة قامت بالأونة الأخيرة بالتصحيح والعمل الجيد فهناك ناس لا يريدون أن يستقر العراق فحدثت هذه الفوضى ترجمة نانسي قنقر